حملت الساعات الأخيرة مجزرة راح ضحيتها ثمانية مدنيين جراء غارات جوية لطائرات التحالف الدولي استهدفت قرية ذيبهداج في ريف الحسكة بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية مضيفة أن من لقوا حتفهم عائلة تتكون من سيدة وثلاثة أطفال بالإضافة إلى أربعة آخرين مع توقعات تشير إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع بسبب الحالة الخطرة للجرحة لكن الحسكة والرقة ودير الزور ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المدنيون لهذه المجزرة فهناك أخرى مماثلة وعلى لسان وزارة الدفاع الأمريكية جاء الاعتراف حيث نشرت تقريرا يؤكد مقتل 499 مدنيا جراء العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها ضد تنظيم داعش في أربعة دول خلال عام 2017 من ضمنها سوريا وهو العام الأول من إدارة الرئيس دونالد ترامب تقرير البنتاجون يضيف أنه لا يزال هناك أكثر من 450 تقريرا عن الإصابات في صفوف المدنيين تقدر بحوالي 169 إصابة وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إنه رغم الجهود التي تبذلها القوات الأمريكية فإن الخسائر في صفوف المدنيين لا يمكن تجنبها في بعض الأحيان مبررة أن هذا ينطبق بشكل خاص على القتال ضد خصوم مثل داعش والقاعدة يستخدمون المدنيين دروعا بشرية ترجمة نانسي قنقر